همد ازايك؟ الحمد لله ازايك عبد الرحمن عملي حبيبي نوارنا في الله كورا ربنا يخليك انا مبسوطنا انا معاكم النواردة وان شاء الله تبقى حلقة كويسة بإذن الله ان شاء الله عملي مع المأولين؟ لا الحمد لله الامور كويسة طبعا انت عارف ان انا بقى لي فترة كبيرة فالنادي دلوقتي يعني اكيد قريب جدا مني وعزيز جدا على قلبي فالحمد لله الامور ماشي كويسة بقى لك اديه كده؟ بقى لي تقريبا سبع سنين دلوقتي يعني تقريبا المأولين يعني قرب دلوقتي من نادي الاهلي في المدة اللي اللي انا لعبت فيها يعني فكرتش في خلال السبع سنين دي تاخد تحدي كبير والله فكرت يعني فكرت كزا مرة برضو موضوع التغيير بيجي وقت من الوقت كده بموضوع التغيير مهم اه بس بتحصل حاجات اه بتخليني اكمل في النادي والناس متمسكة بيه الحمد لله لغاية اه من غاية اخر وقت وعلاقتي بهم كويسة جدا فبارجع تاني في قرار يعني. جالك عروض كتير السنة دي والنادي تمسك بيكات ايه هي العروض? وليما فكرتش انت تضغط وتمشي? والله في اول السنة في عنديها كتير الحمد لله كان لميتني يعني كان من ضمنها نادي البنك والنادي المصري والنادي الاتحايد يعني فيه الحمد لله كان فيها عروض كتير. آآ وبردو اتكلمت مع الناس في النادي والناس برضو الاندياء بيكلموا على طول الباش مانصف محمد عادل وباش مانصف محمد عادل بيقافل على طول الباب وبيقعد يتكلم معي وكانت علاقتي برضو بال بالجلاز الفني كانت علاقة مميزة الكابتن حمانة النحاس فبردو الناس كانت متمسكة بيها فأنا برضو كنت حبب اكيد برضو النادي فكان بيبرده تفكيري في المشام مش 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 اللي هو يعني بضغط او اننا نمشي اللي هو الموضوع لو لو مشي خلاص لو ممشيش برضو انا مبسوط في النادي المؤولين ما عنديش اي مشكلة ايو انت عادك اخلص امتى مع المؤولين؟ السنة دي ان شاء الله السنة دي هل تكلموا معك في تجديد في قعدة قرائل؟ والله احنا بنتكلم على طول يعني ام الناس عن ضم ثقة فيها ان انا مش مش ما وفكرش ان انا بقى موجود في حتا تانية اا كل تفكيرهم ان انا هكمل السنين اللي فضلوا لي معاهم يعني فعلى طول بنتكلم هم على طول بيكلموني في موضوع التجديد ولو في امور كويسة وما فيش اي مشاكل اكيد ان شاء الله كمل يعني بس اكيد النادي الجماهيري ده برضو حلم من احلام محمد سمير ان يبقى اخر محطاته؟ اكيد طبعا الانديات الجماهيرية انا لعبت في النادي الاهلي ونادي الاتحاد وناديين كبار جماهيريا موضوع طبعا بيبقى مختلف تماما الانديات الجماهيرية بيبقى لها طعم تاني مختلف غير الانديات الشركات يعني تعريبا بتبقى برضو الضغوطات اهل فالموضوع الجماهير ده بيحط عليك ضغط طول الوقت فموضوع الضغط ده بالنسبة لي بتبقى حاجة كويسة وانا متعود على موضوع الضغط ده من اوان صوار في النادي الاهلي وطبعا انهم تلاتهم على الفريق الاول فالموضوع بيبقى بتبقى حاجة كويسة ليك كلاعيب فاكيد طبعا لو جاتلي فرصة ان انا اختم حاتف نادغة مهيري اتبا حاجة كويسة بنسبة لي